تستمر فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم السنوية في دورتها الواحدة والعشرون بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون بمشاركة مئة دولة من مختلف أنحاء العالم وتهدف الجائزة إلى أن تكون رائدة ومتميزة على مستوى العالم الإسلامي في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بلغت والحمد لله 21 سنة من عمرها بعد أن أسسها ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل 21 عام الآن دخلنا الدورة الحادية والعشرين هذه الجائزة المباركة أصبحت تضم 14 فرع تعمل في مختلف مجالات القرآن الكريم والإصدارات وحتى وصلنا إلى السجون وأصبح السجين الذي يحفظ كتاب الله على قدر حفظ الكتاب الله يعفى من عدد من السنوات طبعا هذه المسابقات بغض النظر عن كونها تنافس في كتاب الله عز وجل إلا أنها تقرب البعيد فمثلا مئة دولة من جميع دول العالم يلتقون في شهر واحد وفي يوم واحد وفي مكان واحد ويتعارفون ويتصاحبون ويتصادقون ويتجالسون ويتحدثون هذه لوحدها منة كبيرة ونعمة عظيمة بغض النظر عن كون المسابقة في كتاب الله هي شيء عظيم ولكن الشيء العظيم الآخر هو التعارف والتصادق والتصاحب على كتاب الله عز وجل وتضم الجائزة مسابقات دولية ومحلية لحفظة القرآن الكريم من شتى أنحاء العالم وفق معايير عادلة ومتميزة وتكرم الجائزة حفظة القرآن الكريم والشخصيات الإسلامية البارزة والمؤسسات العلمية والدعوية وتحرص أن يكون تكريمها الأفضل على مستوى العالم الإسلامي